السلام عليكم معاكم محمود ان الحمد لله نحمد وانستعين وانستغفر وانعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادية له وبإذن الله ثمامة بعد بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبدأ حلقتنا على بركة اللي اتعالي المعضلة الكبرى دايما عند العرب اللي عايزين يتجوزوا روسيات من العمياني كده عايز اي واحدة روسية وخلاص المعضلة الكبرى يقولك بتكلم على مسلمات والمسلمات موجودين فين ده في اخر الدنيا مثلا في الشيشان وداجستان او تاترستان انا عايز حاجة حوالينا كده حاجة قريبا من موسكو ولا حاجة يقولك انا لسه هسافر واعمل وحتى لما بتسافر يقولك ما اللي قابلينا وسافروا ولا طلبة بيدرسوا في الجامعات دي بيعانوا مش لقين المسلمات اللي انت بتول عليهم دول اين نجد المسلمات في روسيا وان كانت مسلمة بيبقى غالبا مسلمة شكلا فقط لكن مضمونا او اخلاقا او خلقا او تربية او علوم اسلامية في حياتها او بتطبقها في حياتها تقريبا شبه غير موجود اين نجد هذا التراث الاسلامي في روسيا الذي ينعكس على فتاننا يعني مطلوبة للزواج طبعا يا اخي انا بسبق قبل ما تقولي لم نفهم شيء من الحلقة انا بتكلم باللغة العربية فاللغة العربية عصية على البعض بالذات اما تبقى فيه مفاهيم عالية شوية فهنزل بالمستوى تاني واتكلم كده فاللي تفهمه وتطلع بيه قدر الله ما شاء فالحمد الله خير وبركة ما فهمتش وبتاع ده يبقى تابع الحلقات القادمة ان شاء الله او تابع الحلقة الاخيرة يمكن تطلع بحاجة مفيدة دي حاجة التاني بعض الالفاظ الانجليزية او الاجنبية لو طلعت في النص وانا بقولها غالبا بعدها بجملة او اتنين بكون ترجمت الكلام او اكون تذكرت المعنى العربي او ترجمتها لك يعني فما تقلقش لان انا عارف الناس كتيرة عندها مشكلة في اللغة العربية واللغة الانجليزية فبنحاول ان احنا نرضي الجميع نزم ارضي نفسي انا بحب اتكلم باللغة العربية اعمل لك ايه فارديك على حسابي مثلا هنهزر انت جاي تتفرج عليه عشان تاخد مصلحتك وتمشي وانا طلع اديك برضو النصيحة دي عشان ااخد مصلحتي الملائكة تكتب وربنا يجازيني خير على المعلومة اللي انتهالك فبردو ااخد مصلحتي وامشي فاحنا هنا في هذه الحلقة اصحاب مصالح فما حدش يمثل بقوي ايه ونعمل شغل رخيصي يعني احنا شغلنا كله غالي ولي قيمة سواء انت جاي عايز حاجة مصلحة تجيبلك عائد كويس فجاي تاخد النصيحة مني عشان تستفيد وانا كمان جاي استفيد من الحلقة اللي حضرتك هتفرج عليها ان انا اخد رزقي من الله عز وجل لان غالبا الحلقة دي مش هيبقى عليها منيتايزيشن او مش هيبقى عليها فلوس ولا علامات المهمة خليها في الموضوع المهمة الاماكن اللي فيها روسيات في روسيا نلاقيهم فين اطقياء ابسط شيء عندك ياندكس مابس او الخرايط بتاعة الياندكس ده ابليكيشن روسي او الجوجل مابس العادي اللي عندك في التليفون المركز الاسلامي مثلا في مدينة كذا في تاتريستان في باشكورتستان في كاترينبورغ في موسكو المركز الاسلامي غالبا يحوم حوله المسلمون ولكن في موسكو غالبا هتلاقيهم من الاوزبك والتاجيك عندك مشكلة تجاوز من واحدة اوزبكية او تاجيكية قالك لا اعايز واحدة روسية بس واحد بقى هي زرح مزود قالك اصل المسلمات في روسيا يا اما القوقاز يا اما التطار يا اما التطار بقى اللي يعني هم عاملك صينيين وبتاع يا اما الشيشان والدغستانيات برضو ايه شبه العربيات كده فيهم خمريات وفيهم بتاع يعني ما فهمش شقر من الاخر او انا عايز اتجاوز روسية ليه ما عشان الشقر اللي باشوفها في دبي وفي شرم الشيخ وفي روسيا ويصدي في تركيا طيب يعني كواسي لان انت عايز اعارف طلبك طيب احب اقولك ان فيه جزء من القومية اللي حضرتك قلت عليهم دول فيهم شقر في داجستان وشيشان وتاتريستان يقولك ايه التاتريات اللي هم كده دول شقر اكيد مسبوخ لا فيه شقر مية في المية عيون زرقاء وشعر ذهبي الصنف ده مش كتير بس موجود تخيل انت انت ماشي بالقطر كده في ربوع واراضي تاتريستان هتلاقي فلاحات او مش فلاحات بقى دول في المنطقة الريفية اه ولكن هم بيفلحوا يعني بيشتغلوا في الارض ولكن هم اصحاب بيت مش شغالين فيها بالقجرة يعني فشغالين في ارضي تبقى في الصيف يعني فهتلاقي معظمهم لابسين اشاربات انت الكبار ومش عارفين وفي منهم بعد ما خلصت شغلها قلعت الاشارب ومشي بالقطر كده هتشوفهم بزاد في الصيف وقت الحصاد او وقت قصدي الزراعة في موسم الزراعة فهتشوف منهم كتير شقراوات هل كل اللي عايشين في تاترستان تاتر بس لا في روس ولكن او ما كلهم شبه بعض بصراحة التاتر وغير التاتر بس الفكرة ان في هتلاقي شقراوات واطفال صغيرين بيب بيلعبوا حوالين ماما بقى في الحقل وكده فتلاقي بنات صغيرة شقراء وعينها مش كده على فكرة وفي بنات بقى عينها كده اه انا بعترف هقول لك حاجة تاريخية كده سريعة من الحاجات اللي انتوا بتحبوش تسمعوها بس لازم تعرفها قبل ما روسيا ما تبقى كبيرة كده المساحة اللي انت عرفها دي معظم المنطقة دي كان بيحكمها مين بالقرم بجزء كبير من اوكرانيا كان حاجة اسمها المغول التاتر او تاتر ومنجولسكي او المغول التاتر او التاتر المنغولين ان هو المغول اما اكتاحوا المناطق دي جابوا تحت بطهم بقى قوميات كتير فسموهم المغول التاتر التاتر المغول وبعد كده الروس بدأوا ياخدوا الامبراطورية بقى خانة خانية وورا الخانية دي يعني دولة يعني القبيلة الذهبية ان كان سمعتوا عنها كانت هي اللي بتحكم معظم مناحي روسيا وسيبيريا لحد الشرق الاخصى فبدأت الامبراطورية الروسية المسكوفية تكبر وتاخد مواقع من الخانيات وتتفق حتى مع خانيات مسلمين مع خانيات اخرى غير مسلمين لان بعد كده المغول التاتر دول معظم بقى مسلمين في جزء منهم كان وثني وجزء شماني مش قصتنا اديانهم ايه ولكن اغلبهم كان مسلمين وخانيات مستقلة بيتصروا مع بعض احيانا المهم فالصراعات دي استغلها الروس واخدوا كل الاراضي دي فبقيت روسيا كبيرة كده وكان الجانب البولندي جانب الاوكراني البلاروسي واخدها امبراطورية كان اسمها الامبراطورية الليتوانية البولندي فبولندا او ليتوانيا او كده كانوا كاثوليك وكانوا حاكمين المنطقة بتاعة بلاروسيا واوكرانيا الجزء كبير من الجزء الروسي اللي هو دلوقتي روسي ووس مالينسك وحتة كده مش مهم انك تعرف تفاصيل دي دلوقتي ولكن عايز اقول لك ان معظم روسيا كان بيحكمها المغول التطاري فجزء منهم من الروس يعني كانوا موجودين في الممالك دي بس انتوا تحت الامبراطورية المغولية وبدأوا يعملوا دولة ما بقاش بقى محاربين مقاتلين بنقتل الناس ونقس بيهم وبتاعهم نسيطر على الاماكن وبس ونسرقها ونرجع بلدنا لا قال لك طب هنوعد هنا ونعيش ونأسس امبراطورية ونعمل قصور ونعمل تجارة ودواوين ونظام ضريبي ونعلي مستوى الناس ونعمل تعليم يعني بدأت تبقى دولة مش مجرد محتل فالمغول التطاري ما عملوا الدولة دي جات روسيا بعد كما خطل الممالك بتاعتهم ورستها بالوضع ده فروسيا بقى اصبحت امبراطورية الروسية وقسرة رومانوف بقت مضطرة ان هي تحكم هذه الممالك كلها بالعرقات المختلفة بالاديان المختلفة بالاعرق اللي اتجاوزت من بعض تقول لك طب احنا روس عايزين الروس بس ناقي يعني لو ينفع نعمل روس ونطره الباقي مثلا او نقتله مش هينفع ده اختلطوا وجاوزوا ببعض وبقوا بديانة واحدة فلذلك هتلاقي واحدة عينها كده بس شقراء مثلا مثلا والتترية مسلم واحدة برضو عينها كده وشعرها سود وعينها سودة ولونها صمرة حتى مش خمرية اقل من الخمرية وروسية اسمها اولجا وابوها اسمو فلاديمر وجدها اسمو فاسيلي كلها اسمها روسية كلهم مسيحيين او ارتودوكس ولكن شكلها مغولي انتي ازاي روسية عشان اتجاوزوا من بعض اختلطوا من بعض فجاة روسية ورسة بلد مخلطة فالمخلطين دول جزء كبير منهم مسيحي جزء كبير منهم مسلم فالنتيجة ان دلوقتي الناس يقول لك طب الناس اللي عايش في المنطقة دي خليهم تطر تسموهم تطر والمنطقة دي اسموهم باشكورد لان قومية الباشكورد لسه باقي منها ناس هنا ودي مش عارف ايه وفي استرخان وفي الخانيات القديمة العتيقة في جزء كبير من القومية بتاعتها لسه موجودة فيها وقال لك واحنا السكان الاصليين روسيا حاولت تغير الديموغرافي عشان تزود ناس هنا عشان تخلي البالانس الروسي اعملت حاجات كتير من ايامي كاتيرينا الثاني سيبنا بالكلام ده التاريخي اللي انت ما بتحبوش المهم النتيجة ايه ان انت بتشوف شقراوات من التطار المسلمين اللي موجودين دلوقتي واصلا القومية دي كان اسمها البولجار ما كانش اسمهم التطار التطار ده كان بيتقال على الجيوش الجرارة بتاعت المغول المغول قومية ولكن جيشهم الجرار السفاح السفاك للدماء كان بيسموه التطار جوز كبير منهم بعد بقولك الامبراطورية عملوا دولة او تطور او تمدن وده جوز كبير منهم داخل الاسلام ساعتها بدأ بقى ايه حتة ان يبقى فيه يعني يقولك خلاص احنا اسمنا تاتار احنا اسمنا ده الاسم المسمى فبقى خلاص دابت العناصر كان فيه قوميات مثلا حتى الان موجودة يقولك الاودمورد الشوفاش الماريل الموردافيين يعني ابسط حاجة اقولك عليها ان حتى اسم موسكو موسكفا او موسكوفا الاسم الاصلي كان كده اصلا اسم اللي مسميه المغول او القوميات التركية اللي هي لغاتهم اللغة التركية القديمة او لغات القوة يعني الاصول التركية او بيسموه التركستان هي اللي مسمين الاسم ده موس معناها مصدر الماء او الماء وكوفا حتى اليوم بتستخدم الكلمة دي معناها جاردل او دالو فدالو المياه او دالو مصدر المياه كانوا بيطلقوه على اسم نهر موسكفا وبعد كده الروس اطلقوا على اسم المدينة او المدينة اللي كانت متأسسة اصلا من ايام المغول ومن قبلهم المدينة دي سموها على اسم النهر فبقت موسكوفا اللي موسكفا دلوقتي يسميه كده المهم انت النهاردة جيت للمناطق بتاع التاتارستان اروح فين عشان الاقي الزوجة الشقراء اللي انت عايزها ومسلمة وطقية اهم حاجة لانا ممكن شقراء وتاتارية واهلها مسلمين بس تشرب خمرة و بتشرب سجاير وما بتصليش بتعرف حاجة عن الدين طيب بيبقى نروح انت المناطق بتاعة الجامع اللي ملحق بيه المركز الاسلامي في المنطقة دي على الجوجل هاتلو المركز الاسلامي المركز الاسلامي فين في مدينة مثلا يلابوغا مدينة مثلا زي بوغولما ده كله في تاتارستان مدينة زي اكتيابرسكي دي في باشكارتستان مدينة زي طيم الزيه برضو في باشكارتستان مدينة اسمها بافلي برضو في باشكارتستان مدينة اسمها صلبات مدينة اسمها استيرلي تاماك كل موضع اللي بقولك عليها دي اعرف ايمة مساجد فيه اصحابي وفي ناس منهم يعني نعرف بعض من 12 سنة وفي ناس متعرف عليهم كانوا بيدرسوا في مصر وفي منهم كان بيدرس في سوريا وقابلته هناك فالناس بالعبيد كتير جدا هتلاقوهم بيكلموا لغة عربية واحيانا باللغة المصرية ومؤخرا في ناس بقى بتكلم العراقي كمان لغة عراقية فانعم واكرم يا عم بقى خلاص انت عايزي اكتر من كده مش البنت بتكلم العراقي لا فيه بنات تكلم عراقي برضو او درست في مصر او العراق او سوريا فهتلاقى بتكلم شامي باللهجة السورية لانها درست اللغة العربية في سوريا قبل الحرب يعني فسنها كبير دلوقتي او واحدة ابوها كان بيدرس في سوريا وكان ما هي طفلة او في مصر او في العراق العراق ده مؤخر لازم انتو الصغيرة اما كانت صغيرة اتعلمت اللغة المصرية مثلا بتكلم لب لب بقى لانها كانت مع العيال ففيه بنات دلوقتي يعرفوا عندهم 15-16 سنة بيتكلموا مصري حلو جدا سبحان الله اما تكبر دي قد تبعروسة لقطة لأي واحد مصري او عربي المهم ودول الناس من حافظة القرآن مربين ابنه اولادهم كويس فالمناطق دي دور فيه لان غالبا اللي كانوا بيدرسوا في الضغر العربية عارفين سخافتك كويس الحمد لله وعارفين لغتك وكل حاجة ولكن معظمهم مش من العواصل مش من المدن الكبيرة جاهل لك من استيرليتاماك بقى ومن سلافات ومن كاميرتاو من مدن موجودة صغيرة انت متشوفهاش على الخريطة قوي بس انا ما اقولك اسمها هتروح عليها هتلاقي هناك غالبا نصهم على الاقل من الشقروات ناس مميزين دينيا مش هقولك جامدين قوي لا مميزين عن غيرهم محجبات اذا كنت بتهتم بالشكل خارجي اهم حاجة لا بس مش بس محجبات لا وبرضو دينهم كويس اخلاقهم كويس اهلهم كويسين دي حتة مهمة جدا متربية في حتة مفهاش اللي انفتاحوا قلة الادب فالمدن اللي انا قلتها دي مش هكرر تاني طبعا هي اكتبها ودور فيها وان شاء الله خير برضو تشيلابنسك ومش بتكلم عن تشيلابنسك المدينة لا تشيلابنسك اوبلست تشيلابنسك دي القرى الجنب باشكرتستان برضو في كم مدن كده فيها تاتار ومسلمين بالعبيد منهم ناس درست في بلدك برضو دواحي كاترينبورج بس مش كتير بس موجودين ان كاترينبورج موجودة بقى يعني في منطقة محاطة حتى سايبيريا جزء كبير منهم فيهم مسلمين بالذات تيومين بس برضو دواحي تيومين هتلاقي فيهم مسلمين دي حاجة انا شايف ان هي مشجعة جدا مشرفة جدا محتاجة منك بعض المجهود مش كتير بعض المجهود ان انت تشوف المركز الاسلامي فين وتروح هناك تصلي مرتين تلاتة جمعة بتاع تجمع في ناس تتعرف على شباب على ناس ستتفاجأ بعدين ان واحد منهم يقول لك اهم الاسئلة يقول لك انت منين من كذا ما مذهبك يقول له مذهب الشافعي مثلا هيقول لك ايضا انت متزوج لا مش متزوج فيه اطفال ما فيش متزوج يقول لك طب ما تتزوج يا اخي عندنا هنا يعني بنات كتير عروسة عروسة مناسبة ليك من هنا هتلاقي ناس بتكلم لغة عربية زي ما بقول لك بس غالبا طبعا مش من اول ميتنج هيعرض عليك زيجة لكن من كتر الزيارات يوم ورا التاني ورا التالت هتلاقي في برزات الصلاة الجمعة هيبقى في فتيات بتصلي مش هقول لك تروح تحرف عليها حشل هناك عيب يعني وما صحش بتاع بس هي الفكرة انها هتلاقي ابوها هتلاقي اخوها كبير هتلاقي اسرتها واماها وبتاع ده فممكن ده طبعا مش بقول ان كل ناس عندها المقدرة دي ولكن في ناس اما بيلاقي واحدة ابوها واماها معاها فبيخش عليهم كده عايز اتعرف عليهم انا عايز اتجاوز بنتوكو مثلا او انا عايز انا راجل بشتغل كذا بعمل كذا انا من بلد كذا بنتوكو عقبان انا عايز اخطوبها طبعا غالبا هيفضوا بنسبة تسعة اصفين في المئة لان ما عندهمش زواج السلونات هم يقول لك انت لسان حالهم حتى هممكن يسألكش السؤال ده هيقول لك طب انت تعرفها يا ابني اه شفتها تعرف اسمها ايه الاول ما عارفش مالا ازاي عايز تتجوزها هم المسلمين بس ادماغهم زي الروس اللي هو مفيش حاجة اسمها من الباب كده عجبتني اتجوزها لان عارفين انك هتطلقها بعدين لانك ما تقررش طبعها هيبقى في صدام فعشان كده وجد نظرهم لأ هم هيقول لك لأ لازم تعرف فلذلك هقول لك انك انت تشوف وتتأكد ان البضاعة اللي انت عايزها لو صمناها سوري في الكلمة يعني معلش بنقل من قيمة الفتاة المحترمة يعني بس الحاجة اللي انت نفسك فيها تتأكد انها موجودة فده هيديك اطمئنان اهو موجودين اهو ومش متجوزين ومتربين وشكلهم اخلاق اهو وطالعين من الجامع وبيدرسوا في المدرسة الاسلاميين اللي هناك طب خلاص انا بقى واجبي ايه ان انا اتعرف على الرجال بقى اللي هم قدامي اللي اعرف اتعرف عليهم يا جماعة ايه الاخبار هنا في مثلا حب ده هيجاوز قريب يقول لك اه في فرح عرفت منين طيب انا حابب ينفع تعزموني يقول لك اه طبعا تعال يا عم الفرح فقط تروح الفرح انت فكرك بقى في اختلاط واتعرف على الوحدة هناك ولا حاجة لا لا مش كده خاص انت هتروح الفرح عشان تشوفوا كل افرح الاسلامية تتعمل ازاي وتتعرف على ناس اكتر منهم الناس بقى ايه مش الشباب بقى لا ناس كبيرة اللي هو عنده بنت للزواج وساعتها اما تعرف على الراجل ده وتخش بيته ساعتها تعرف ان عنده بنت فيقول لك انا عندي من الابناء كزا وعندي بنتي مش عارفة بتنترس في المدرسة الاسلامية فبتاع فتقول له طب اه ينفع تزوج بنتك لو اه لو وفقت علي بيقول لك اجيبها اتكلم معاها اتعرف عليها هي لسه مش يسن زواجة ولكن هي لو عايزة تتجوز دلوقتي اه ما عنديش مانح بيقول لها تعالي اه اه بابا في ايه فلان عايز اه ده مش عايز يتعرف عليك المجباش كده طبعا بس بديك سيناريو حصل مع ناس يعني بس مش ناس عادية زي ما بقول لك ناس عندها قدرات على تعرف على الناس ودخول المجتمعات ومشوش كده فانت بتعرف على الحد كبير والحد الكبير ده عنده بنت او ليه اخت او ليه معرفة يعني واحد مثلا قال لي انا بدور على واحدة مطلقة واحدة عندها في سن الاربعين لان هو كبير او سن الخمسة وتلاتين اربعين انا ما عنديش مشكلة فتعرف على واحد في الجامعة في احدى الماكن بنفس الوصفة اللي بقول لك عليها دي راح نفزها فالمهم في مدينة في اه في بافلي على ما تتذكر في بافلي اه المهم راح المدينة وقال لهم انا اتعرف على الناس في الجامعة وقال لهم انا عايز اتعرف على صحبة صالحة هنا انا ناوي اعيش في المستقبل في روسيا ومفضليش وقت كبير في الفيزا يعني دلوقتي بس عايز اتعرف عليك ويبقى ليه صحبة صالحة فقال له طب ماشي فيه اعداد مسلمين كده بنعملها نشرب شاي مع بعض وبتاع فواحد دعاية عنده في البيت وقال له تعالى وقرك بيتي وهنا بنعمل كزا وبتاع لسه بتعرف علي النهاردة اول يوم فالمهم شاف الراجل شاف ان عنده زوجة وعنده ابناء وبتاع فلاحظ ايه ان ابناء مصغيرين في السن فقال ما مش هتنفع بقى عروسة ولا اي حاجة فالمهم فبيقول له انت متزوج قال له انا كنت متزوج والراجل تصحابنا ده فقال له ايه ده معقول في السن ده ومش متزوج انا كنت متزوجه وطلقته ومن ساعتها ببحث عن زوجة فقال له طيب تتجاوز اختي اختك فقال له هي في البيت اللي جنبنا تعال نروح نزورها فقال نروحت وبتاع ده قال ست كويسة جدا قال في السن اللي انا عايزه برضو عندها اربعة وثلاثين سنة فقال ما عندهاش ابناء قال طب ممتاز جدا يعني انه اصلا عنده ابناء فالمهم كانت تكلم معي مش هارفيه فقالت له طب هنتفهم ازاي اللغة بتقول له انا يعني صاحبنا ده كان يعرف روسي لان زمان كان يعني ليه شغل مع الروس او درس حاجة روسية يعني فبتقول له هتتكلم زي الروسي بتاعك ضعيف جدا هنتفهم ازاي فقال لما انت حسني لي بقى اللغة الروسية وانا هعلمك عربي وبتاع الدنيا تمشي وهم من التطار فالمهم تزوجها والموضوع مش على هذا الحال على هذا النحو فالراجل ده يعني قابلته هو الراجل كان قابلته في الكويت فالراجل ما شاء الله يعني لقيت زوجته بتتكلم كويتي فقال له مش انت اللي علمت للأسف مش انت اللي علمت العربي فقالتها بتحشي بتحشي بالتشويت المهم فدي حلقة النهاردة دي المعلومات اللي قدتها لك اكيد اهم معلومة بالنسبة لك هي المكان المدن جنب المعلومة دي الطريقة قلتلك طرق قلتلك نماذج اه اعرفتك ان البضاعة اللي انت عايزها موجودة او الحاجة اللي انت بتتطلع عليها موجودة ما تعتقدش ان انت هتحتاج حاجة اكتر من كده كده تبقى الحلقة استوفدت سبحانك لو بحمدك اشهدوا الله اللي اهل انت استغفرك و هاتوب و لايك تشوفكم على خير بحمد الله السلام عليكم امان